يعني بس نفسي نأمل يعني مش عارفة طبعا حضراتك متفائل كده ولا لأ إن المصريين كلهم بشكل عام حتى يعني أباءنا الكبار السن يقدروا يتعاملوا بده نقدر نوفر يعني بعض الأمور أنا هروح المصلحة وهتعامل إلكترونيا أو بالنظام الرقمي لكن في حد مش بيقدر يروح من البيت لغاية المصلحة اللي هيقضي فيها المصلحة بتاعته مش هيعرف يعمل ده فيه خدمات إن أنا أقدم الخدمة وبدفع رسوم زيادة عن الحاجة تجيل لغاية البيت ممكن أقدم عليها إنها تجيل لغاية البيت شهادة الميلاد بدفع رسوم زيادة وشهادة الميلاد مكلامة وما كان أنا بأخذ ثلاث دقائق دلوقتي عشان أطلع بس شهادة الميلاد دلوقتي من الماكانة أصلا دلوقتي بتطلع بالضبط يعني خلاص الناس تعودت إنها تروح سجل مدني خمس دقائق يطلع كل أنواع الشهادات لكن لو حد مش قادر الحاجة ممكن يطلبها لغاية البيت وبيدفع بس رسوم وتروح دي بقت خدمات متاحة اللي هو أطلعها من مكتب البريد اللي جنبي أخذها من على البيت عندي بس كله يعني مقابل خدمات تسعير بسيطة دكتور إحنا في الخبر بيقول إن ده هيبتدي إبريل اللي جاي يعني خلاص إحنا بنتكلم في كام يوم يعني فإيه المصالح الحكومية اللي هي هتبتدي القصة دي في إبريل فيه خدمات هو الموضوع ضخم جدا ومش يخلص في يوم ولا أسانا طبعا طبعا هي زي ما قلت حكي قبل كده مراحل مراحل مستمرة في التحول فيه دول في أوروبا بقيت 100% أوباريتد يعني بتشغل من خلال الموبايل طبع زي إستونيا وحكي فيه دول كده نموذج بندرسه إزاي دول وصلوا لأن هم بقوا 100% شغالين من الموبايل في الخدمات بتاعته لكن بالنسبة لخدمات اللي هتشتغل شهر الجاي يعني زي التموين وزي المرور والتوصيق والاستثمار في مكتب وزارة الاستثمار أو يعني هيئة العامة الاستثمار تروح هناك حاجة فوق الخيال الخدمات رائعة من أول ما بتخل بوابة وانتواخد رقم وبتدخل على الشباك اللي انت عايزه يعني هو بيقولك بس انت نفسك في ايه وانا عمله لك يعني وبتاخد السجل التجاري ممكن تاخده في نفس اليوم فدي كلها من وراء الخدمات المبنية البنية التحتية اللي بقى لنا 10 سنين 15 سنة بيستثمر فيها وبنسمع حتى فكرة الكارت الفيزا أو الماستر كارد اللي احنا بنستخدمه هيتغير اسلوب وهيبقى زي اوروبا وزي دول المتقدمة مش لازم بقى حط البتاع وحط الباسورد وطلع الجهاز واشتغل في ايه ده مجرد بس انت بتعمل كده بيسحب هي معتمدة على تكنولوجيا تانية اللي هي بس اعتقد ان هي دخلة في مصر قريب دخلة دخلة وبتستخدم في حاجات كتير غير كمان يعني يعني انا مش انا في الشغلان دي بس قريبتها مثلا ان وزارة النقل عايز تعمل تذكرة موحدة للأطرو للمترو والمواصلات زي برضو ما هو موجود في اوروبا تذكرة باليوم او بالتلاتيام باليوم اركب بيها المترو اركب بيها كل حاجة اتبقى في زحم على الشبابيك انا متجة بنية تحتية برضو جامدة جدا انا ربط مؤسسات دي كلها في بعضها ان اي عملية ساحب تسمى عند الناس دي كلها دي برضو مش حاجة سهل الناس بتاخد خدمة مش شايفة حاجة مش المجهود اللي وراها والاستثمارات اللي حصلت فيها علشان ااخد انا الخدمة دي بالطريقة السهلة اللي انا بشوفها ساعد تمام احنا برضو بنقف عند المواطن او الموظف اللي محتاج لتدريب يمكن انا دي بقى كده لي اكتر من مرة لانه حاسة ان انا محتاجين نشتغل عليها اكتر دي تالت نقطة في التحول الرقمي يعني مش حضرتك متابعة الموضوع تالت نقطة هي الطاقة البشرية انها تعرف تتعامل مع النظام ده انا لو جيت عربية واللي اعادتوا عليها ما اعرفش سوقها مش هتحرك بالزبط لازم ادربوا ازاي يسوق العربية اللي انا اعادتوا على كرسي القيادة بتاعتها دي فلازم الناس تعرف ازاي تتعامل مع الكمبيوتر ازاي تتعامل مع الخدمات وازاي كمان يعالج المشاكل البسيطة اللي بتحسن يعني كان زمان في وزارة التعليم كان ييجي مكالمة من مركز لما الكمبيوتر بنتشر في المدارس اصلا الكمبيوتر مش شغال فيسافر مهندس من القاهرة لانا او الصوت او كذا يلاقي ان الكابل ما كانش داخل كوايس صحيح فلازم في الاساسيات دي السرعة يا دكتور السرعة حتى في الكتابة يعني في اي مصلحة او في بعض المصلحة ممكن يكون الموظف لسه مبتدئ انه يتعلم على الستيجن جديد فالوقت اللي احنا وفرناه بالرقمنا هو يضيعه بانه عشان يدخل بيانات معينة او يطلع ورقة فمحتاج سرعة اداء وتدريب اكتر تدريبات كلها واستثمار في الطاقة البشرية ده العنصر التالت الرهيب طبعا احنا الكلام مع حضرتك الحقيقة دهنا طاقة كده من التفاؤل ان بكرة بكرة احسن بكرة ابسط بلاشا مش بحب بكلمة اسهل لكن بكرة ابسط في التعامل مع المصالح الحكومية ويا رب انشيء يعني الحكومة او الدولة تقدر تشيل من دماغنا الخبرات السيئة لتعاملنا مع الاجهزة الحكومية المختلفة الحية واللي كانت بتضيع وقتنا ولا زالت يعني بس ان شاء الله من الشهر الجاي يبقى فيه تحسين ويبقى فيه تحسين الخدمة شكرا